اشتفاكات جديدة في خط زبيد والمشتركة تفشل جميع المحاولات الحوثية في تحقيق أي تقدم مصرع عدد من عناصر المليشيات الحوثية بين إيران القوات الحكومية شرق الحزم وفي جبهة مراد اعتصام في غزة لدعم قضية الأسرار الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اهلا بكم قصفت مليشيات الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة وقذائف المدفعية الأعيان المدنية في مدينة حيس جنوب الحديدة افادت مصادر محلية في حيس أن مليشيات الحوثي استهدفت بمختلف الأسلحة الرشاشة المنازل السكنية المقتضة بالسكان وإيضا بالنازحين من اتجاهات الجنوب والشرق والشمال والواقع أطراف مركز المدينة وبالتزامن مع هذه الاستهدافات شنت المليشيات قصفا مدفعيا عنيفا بعدد من قذائف الهون على الأحياء الشمالية الشرقية الآهلة بالسكان وصد المدينة وأشارت المصادر إلى أن القصف الحوثي أدى إلى دوي انفجارات هزت الأحياء السكنية وخلفت خوفا وهلعا في صفوف الأهالي لا سيما بين النساء والأطفال تجددت الاشتباكات جنوب الحديدة عقب رصد لتعزيزات تتبع المليشيات الحوثية من جهة زبيد صوب منطقة الجبلية الساحلية وفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم رصد تعزيزات للمليشيات التابعة لإيران عبر خط زبيد حاولت الانتشار بين المزارع الشرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيطة وأضاف أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط التماس اشتبكت مع عناصر المليشيات بالأسلحة المتوسطة فضلا عن قصف مدفعي مركز حقق إصابات مباشرة في صفوفها مؤكدا وقوع قتل وجرح في صفوف المليشيات وإفشال محاولة الانتشار والتي جاءت بعد فشل محاولة مماثلة في ذات المنطقة وفكك فريق هندسي تابع للقوات المشتركة لغمين مضاطين للدروع من مخلفات مليشيات الحوثي جنوب الدريهمي وقال مصدر في هندسة القوات المشتركة أن الفريق الهندسي عثر على اللغمين أثناء إجراء عمليات مسح في مناطق ريفية جنوب مدينة الدريهمي وأكد المصدر تفكيك اللغمين وإزالة الخطر الذي كان يشكلانه على المرة تواصل مليشيات الحوثي محاولة التقدم نحو جبهات الساحة الغربي لأن القوات المشتركة تقف لها بالمرصاد وتقوم بإفشال كل محاولاتها في التسلل صوب خطوط التماس وتجعل من جبهة الساحة الغربي مقبرة لجحافلها استماتة حوثية لا تكاد تتوقف في مدينة الحديدة وريفها وانتهاكات ارتفعت وطيرتها خلال الساعة الأخيرة فالخسائر التي منيت بها مليشيات الحوثي في مختلف الجبهات مؤخرا تجعلها تحاول تعوضها في جبهة الساحة الغربي وتحاول التسلل إلى خطوط التماس لكن القوات المشتركة تقف لها بالمرصاد وتدك أوكارها موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوفها وعن جديد المواجهة في الساحة الغربي تمكنت القوات المشتركة من إحباط محاولتين تسلل فاشلتين نفذتهم المليشيا الحوثية من محورين في جبهة حيس الجنوب الشرقي والشمال للمدينة وخاضت القوات المشتركة اشتباكات عنيفة مع العناصر الحوثية التي حاولت اختراق حطوط التماس بمختلف الأسلحة لكن دون جدوى بل تلقت ضربات حاسمة تكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح فيما لاذا من تبقى منهم بالفرار وأمام هذه الهزائم التي تلقتها مليشيا الحوثي لجأت إلى استهداف أحياء وأماكن سكنية متفرقة جنوب مركز مدينة حيس بعد خسارتها في جبهة القتال وذكرت مصادر محلية أن عددا من المنازل السكنية المكتظة بالمواطنين الواقعة في قريتي السبع العليا والسفلة تعرضت لاستهداف حوثي خلف حالة من الخوف والهلع في أوصاد الأهل العزل القاضنين في تلك المناطق وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيا حاولت استحتاف تحصينات قرب خضوض التماس خلف معسكر الدفاع الساحلي بشارع الخمسين بالتزامن مع محاولات مماثلة شمال شرق كيلو ستة عشر وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح من قبل القوات المشتركة التي وجهت ضربات مركزة أجبرت عناصر المليشيا على الفرار بعد مصرع ثلاثة وإصابة آخرين وتدمير جرافة في كيلو ستة عشر وتحول مليشيا الحوثي مستميدة بجحافلها إحداث أي تغيير على أرض المعركة في الساحل الغربي الذي تحول بعزم وحزم رجال القوات المشتركة إلى مقابل موت جماعية لعناصر مليشيا الحوثي ممن تدفع بهم إلى محارق الموت في حربها الخاسرة لقي عدد من عناصر المليشيا الحوثية المتمردة مصرعهم بنيران القوات الحكومية في محافظة الجوف واستدرجت القوات الحكومية مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية شرق مدينة الحزم وأقامت بمباغتتها بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحة في صفوفها بالتزامن شنت مقاتلة التحالف غارات استهدفت تعزيزات للمليشيا الحوثية قادمة إلى منطقة المواجهات وكبدتها خسائر في العدد والعدة إلى ذلك دشنت قبائل محافظة الجوف مطارح دهم في جبهة الكناء الشرق الحزم دعما وإسنادا للمرابطين في جبهات القتال وأكد قائد مطارح دهم الشيخ خالد علي شطيف لقناة اليمن اليوم أن الجوف على موعد مع تحرير المدينة من أيدي إصابات المليشيات التي بات تواجدها مسألة وقت لا أكثر وأن قبائل الجوف قاطبة لم تعد تطيق المليشيات داخل المحافظة التي تمارس أبشع الجرائم بحق أبناء المحافظة ويعد هذا الرفض القتالي الثاني من قبائل الجوف التي تشارك برجالها وبالمقاتلين في مختلف الجبهات القتالية ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد ربيع القرشي الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة للحديث حول هذا الموضوع أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد حياة الله أخي الكريم نعم هل لديك معلومات أو تفاصيل عن ما خرج به لقاء اليوم من قبائل الجوف؟ نعم أخي العزيز أولا أطرحكم في الوضع العسكري في جبهات في جبهات المنطقة العسكرية السادسة هناك حجمات حوذية مذججة بأنواع الأسلعة وآلاف من الأفراد الذين ينتمون لهذه الميليشيات أسبوع مر وهم يهاجمون حجمات متتالية ومستميثة على مواقع محيط صاحب معثر الخنجر نعم بمدينية خاب الشعب لكن كل تلك الهجمات باءت بالفشل وأولا الخصران كانوا أبطالنا جاهزين لهؤلاء الأوغات وأذاقوهم الويلات كما كان الدور الكبير لطيران التحالف العربي الذي يشاركنا لحظة في تلك المعركة إذا ما تحدثنا أيضا عن لقاء الجوف والدعم المباشر من القبائل لهذه الجبهة ماذا يمثل الآن وبماذا خرجوا؟ أخير العزيز علينا أن نعرف جميعا بأن القبائل اليمنية الأصيلة هي السباقة في مواجهة الحوثيين كما أن قبائل الدهم من حافظ الجوف منذ العام 2009 وهي تواجه هذا المشروع الكهنوتي الخبيب ليست غريبة على هذه القبيلة الشامقة أن تدعم أبطال الجشر الوطني فهم يشاركونهم لحظة بلحظة ويأتي ذلك الإسناد في ظل خطوات سابقة وليست جديدة أو غريبة على تلك القبيلة المواجهات الآن كم تبعد من مدينة الحزم؟ أخير أجيز المواجهات تدور في محيط معسكر الخنجر لن نحسب بالكيلو وإنما ننتظر توجيهات وسنأتي في تلك المسافة في ساعات بإذن الله وبشيعة أبطالنا المرابطين على تخوم مركز المحافظة جزيلة شكر لك العقيد ربيع القرش الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة أما في مارب قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بنيران القوات الحكومية في الأطراف الجنوبية للمحافظة واستهدفت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية كانت تحاول التسلل إلى مواقع في جبهة مراد إلى ذلك استهدف الطيران مواقع وتجمعات للميليشيات في جبهة المشجح وقام بتكبيدها خسائر كبيرة في قطاع غزة تنظم الهيئات الوطنية والإسلامية والمؤسسات الإنسانية اعتصاما كل أسبوع لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي لا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر شعار يتمسك به أهالي الأسرى باعتصامهم الإسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في غزة بحضور شخصيات من القامات الوطنية والفصائل الفلسطينية وتمثيل من اللجان الوطنية والمؤسسات الإنسانية والحقوقية دابت العائلات الفلسطينية أهالي الأسرى للاعتصام في مقر الصليب الأحمر الدولي تشاركهم ممثلي القوى الوطنية والإسلامية في هذا الاعتصام الإسبوعي لتوصيل رسالة إلى جميع أحرار العالم وللمؤسسات الدولية بضرورة الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وخاصة أن الأسرى الفلسطينيين يعانون من اضطهاد وسوء معاملة متعمدة من الاحتلال الغاشم يجب محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الأسرى وعزلهم واضطهادهم وحرمانهم من الزيراتهم 4500 تأثير فلسطيني يخمعون داخل السجون الإسرائيلية ويتعرضون للتعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي وما يزيد من معاناتهم حرمان أهاليهم من زيارتهم إليهم بإقرار من إدارة السجون الإسرائيلية أكثر الأخبار تحكي أنه شهيد حسام فعود يعني يكسر يمكن عشرة أيام للحارب توجه أبوه للصليب قال بدي أشوفه هالشهيد أسير بدينا نعرف مصيره فلاقي اسمه في الصليب أنه معتقل بين الدين من الاحتلال المئات من الجرائم الإسرائيلية ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين هذه الجرائم يجب أن تقدم لمحكمة الجنايات الدولية لردعها وأنصاف قضية الأسرى مصلحة السجون الإسرائيلية باعتقال المئات لا بل الألاف من فلسطيني سواء الضرفة أو مناطق 48 التي احتلت عام 48 لذلك هناك هجمة شرسة طالت العديد من الفتيات والأصبيان وحتى كبار السن الهدف منه كسر إرادة شعبنا الفلسطيني محاكمة جنرالات الحرب الإسرائيلية على كل الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وفي المقدمة أسرانا وأسيراتنا لأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم اعتصام أهالي الأسرى الذي يصنف أطول اعتصام تاريخي بدوامه أكثر من عشرين عام ولحتى هذه اللحظة لم تتخذ أي إجراءات لوقف هذه الجريمة البشعة يشهد مقر الصليب الأحمر في غزة اعتصام العشرات من أهالي الأسرى آملين أن تسمع صرخاتهم بالإفراج عن أبنائهم داخل السجون الإسرائيلية عبدالهادي فرحات قناة اليمن اليوم غزة فلسطين تتابعون بعض الفاصل أكثر من مائة واثنين وسبعين مليون إصابة بفيرس كورونا والصين تقدم ثلاثمائة وخمسين مليون جرعة للقاح في العالم اشتركوا في القناة اهلا بكم أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وبا كورونا تسجيل ثماني إصابات جديدة بهذا الفيروس في ثلاث محافظات وقالت في حسابه على تويتر إن أربع إصابات سجلت في حضر موت واثنتان في تعز ومثلها في لحج كما سجلت حالة وفاة واحدة في تعز ولم تسجل أي حالة شفال يصبح إجمالي الحالة المؤكدة ستة آلاف وسبعمائة وتسع وخمسين حالة منها ألف وثلاثمائة وثلاث وعشرون حالة وفاة وثلاثة آلاف واربعمائة واثنتان وسبعون حالة تعافي تواصل حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعها في مناطق سيطرة الميليشيات العوتية فيما تتراجع الإصابات في المناطق المحررة بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفتح مراكز التلقيح أمام المواطنين في الوقت الذي تتراجع فيه الإصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرة الحكومة ترتفع نسبة الإصابات في مناطق سيطرة ميليشي الحوثي بشكل مخيف حين تتعمد حجب معلومات مهمة عن المدنيين حول مخاطر الفيروس التاجي وسرعة انتشاره في أوساط اليمنيين في ظل عجز القطاع الصحي عن القيام بدوره في مواجهة الوباء منظمة هيمون رايتس ووتش اتهمت في تقرير جديد الحوثيين بتقويض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات ضد كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها وأشار التقرير إلى أن مسؤولين حوثيين قاموا بنشر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات منذ بداية انتشار الوباء في اليمن في إبريل 2020 مشيرة إلى أن زعيم الميليشيا زعم في أكثر من خطاب له أن الفيروس مؤامرة أمريكية وذكرت المنظمة العالمية أن ميليشيا الحوثي خصصت وحدة مخابراتية من جهاز الأمن والمخابرات للمراقبة في المراكز الطبية لتهديد وإرهاب موظفي القطاع الصحي وللحد من إيصالهم المعلومات إلى وسائل إعلام والملظمات الدولية منسق المشروع لكوفيد ناينتين بمنظمة أطباب لا حدود في مركز العز بمستشفى الصداقة ندو جيبير قال نحن بالطبع ندعم المراكز لافتا إلى أن المشروع افتتح على ثلاث مراحل وأشار إلى أن المشروع بدأ على عشرة أسر ثم جرت توسع إلى ستة وثلاثين سرير لكل حالات فيروس كورونا وهو عدد لا يتناسب مع حجم الإصابات التي تم تسجيلها يوميا يتجاوز عدد المصابين بالفيروس التاجي حاجز مائة واثنين وسبعين مليونا في وقت يشهد العالم موجة جديدة من هذا الوباء أدت إلى عودة عدد من الدول إلى تشديد الإجراءات وذكرت آخر الأحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد ناينتين وصل إلى مائة واثنين وسبعين مليونا ومائة وخمسة وسبعين ألف شخص فيما تجاوزت الوفايات ثلاثة ملايين وستمائة وستة وتسعين ألف شخص وصل عدد من تم شفاءهم من هذا المرض إلى أكثر من مائة واربعة وخمسين مليونا وسبع مائة وخمسة وتسعين ألف شخص قالت الرابطة الطبية الهندية إن خمسة مائة وأربعة وتسعين طبيبا توفوا في الموجة الثانية من جائحة كوفيد ناينتين في الهند خلال شهري أبريل ومايو وتتصدر لعاصمة الهندية ديلهين القائمة بعدد مائة وسبع وفايات بين الأطباوة لها ولاية بيهار بواقع ست وتسعين حالة وفاة بينما احتلت ولاية أوتار براتش المرتبة الثالثة بواقع سبع وستين حالة وفاة ومن الممكن أن يتجاوز العدد هذه الأرقام لأن الرابطة تحتفظ فقط بسجل يضم ثلاثمائة وخمسين ألف عضو فقط أعادت الجزائر فتح حدودها جزئيا باستئنافها الرحلات الجوية بين الجزائر العاصمة وباريس بعد 15 شهرا من إغلاقها بسبب كورونا وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت السبوع الماضي أنها ستستأنف رحلاتها في الأول من يونيو بصورة تدريجية سأنف الرحلات الجوية إلى أربع دول في فرنسا واسبانيا تونس وإلى تركيا أيضا وقررت السلطات إعادة تسيير الرحلات بشرط أن يخضع الوافدون لتدابير احترازية صارمة تشمل مقوثهم في حجر صحي إجباري لمدة خمسة أيام في أحد الفنادق التي حددت السلطات على نفقتهم الخاصة وتحملهم لكل هذه التكاليف من ضمنها الفحوصات المخبرية خرجت الدفعة الأولى من لقاحات السينوفارم الصينية التي ستقدم إلى برنامج كوفاكس في بكين أول يونيو بينما حصل لقاح صيني آخر يدعى كورونفاك على موافقة بشأن الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية ودخل إلى خط الإنتاج الأمر الذي يضخ المزيد من الثقة ويعزز الأمل للعالم الذي لا يزال شبح كوفيد-19 يخيم عليه وقال وانغي وزير الخارج الصيني في اجتماع نفتراضي لوزراء خارجية دول مجموعة بريكس إن الصين قدمت أكثر من 350 مليون جرعة من لقاحة فيروس كورونا إلى المجتمع الدولي وتعهدت الصين في الدورة الثالثة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية في مايو الماضي بجعل اللقاح منفعة عامة للعالم أعلن رئيسه البنك الدولي ديفيد مالباس إن بل أن البنك لديه حزمة بقيمة 12 مليار دولار مخصصة لتمويل اللقاحات والاختبارات والأدوية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في البلدان النامية وقال في مؤتمر الصحفي مشترك مع رؤساء منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية إنه سيوافق على عملية تمويل التطعيم في أكثر من 50 دولة بحلول نهاية شهر يونيو الجاري مؤكدا ضرورة تسريع سلسلة الإمداد من أجل توزيع اللقاحات بما يشمل تقصير فترة التصنيع والموافقات وعملية التوزيع غرقت أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية اليوم الأربعاء في خليج عمان بعد أن اشتعلت النيران فيها يوم الثلاثة في ظروف غامضة وقالت وكالتا أنباء فارس وتسنيم إن الجهود فشلت في إنقاذ سفينة الدعم اللوجيسية العملاقة التي تحمل اسم الجزيرة التي تشكل أيضا محطة رئيسية لتصير النفط الإيراني مشيرة إلى أن جميع أفرادها تمكنوا من النزول بأمان وقالت وكالة أنباء فارس أنها أخفقت في كل الجهود التي بذلت لإنقاذ السفينة وللأسف غرقت وقال التلفزيون الرسمي أن الحريق بدأ في الساعة الثانية والربع صباحا فشل رجال الإطفال في احتوائه لتغرق السفينة بالقرب من ميناء جاسك الإيراني المطل على خليج عمان بالقرب من مضيق هرموس إذن تجدد مسلسل الحرائق في المنشأة الإيرانية الذي بدأ أواخر العام الماضي وصد غموض حول أسبابه حيث اندلع حريق كبير جنوب طهران في مصفات نفطية اليوم وفق ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني وعلن مدير طوارع العاصمة حريقا كبيرا نشب في مصفات نفط في طهران نتيجة تشتعل خطوط الطوارع للغاز المسال وصحب كثيرة من الدخان تتصعد بحسب ما نقلته وكالته إيسنا وتشير التقارير الأولية إلى أن مصطر هذا الدخان الكثيف جاء من حريق في محيط بلدة بهشتي في مدينة ري تتابعون بعض الفاصل توجيهات لشركات الصرافة بعدم اكتناز العملات الأجنبية في محاولة لإنقاذ العملة الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم تبخرت الوديعة السعودية وصل الدولار إلى حاجز 950 ريال يمني وقد يصل بحسب تقديرات الاقتصاديين إلى حاجز 1000 ريال يمني للدولار الواحد دون موجود لأي وسائل إصلاح اقتصادي من طرف الحكومة التي تراقب تدهور الحال وتتحجج أيضا بالوضع الأمني في المناطق المحررة دخلت إلى هذا البنك وهي عملة صعبة لتخرج منه على شكل دفعات عملة سهلة ولقمة سائغة في يد أحد المجموعة التجارية التي تملك 44 شركة بأسماء مختلفة إنها الوديعة السعودية المسجلة على ظهور اليمنيين دينا إلى ساعة الاستقرار بل أنها دين تتوارثه الأجيال تم تبديد 2000 مليون دولار وهو ما يقربه الاقتصاديون بمليارين ذهبت جميعها أدراج الرياح إلى جيوب التجار على مدى ثلاث سنوات من العام 2018 إلى العام 2020 وتبخرت أرصدتها تحت أعذار الاستيراد للمواد الاستهلاكية وتسهيل العملة الصعبة للتجار بما يسمح لهم شراء الدولار بـ 440 ريال يمني مقابل قيمة سوقية وصلت حينها إلى 600 ريال كل هذه التسهيلات كان الغرض منها الحد من المضاربة على العملة في السوق وعدم نفادها وتعزيز السوق المصرفية بالعملة الصعبة وجعل بنك الشرعية في عدن هو المسيطر الأساس على الاقتصاد الوطني بل أن من أغراض الوديعة السعودية أن تخفض للمواطن اليمني أسعار مواده الاستهلاكية اليومية نتيجة شراء الدولار بقيمة منخفضة من التجار وأن ترفد خزينة البنك المركزي في عدن بالريال اليمني وفق إصلاحات اقتصادية مدروسة تخلق حالا من التعافي في زمن الحرب ولكن للحرب هواميرا وتجار لهم السيطرة التامة والكاملة لرسم الأقدار فقد استأثرت مجموعة تجارية يمنية معروفة بقرابة ثلاثة أرباع الوديعة السعودية ذابت في بركة أربعة وأربعين شركة تملكها بواقع مليار وأربعمائة ألف دولار بينما لم يوزع للتجار المتبقين في أرجاء اليمن قاطبة سوى ستمائة ألف دولار من إجمالي الوديعة استيثار هذه المجموعة التجارية بالوديعة السعودية هو ما لفت أنظار مراقبي لأمم المتحدة وأشعل نيران الاتهامات بتبييض أموال الوديعة السعودية واختفائها في دهاليز الحكومة الشرعية بأوامر الصرف وعدم الاستقرار الاقتصادي بل أن المجموعة التجارية التي استأثرت بالوديعة طلبت لجنة تحقيق خاصة وأعلنت النتائج وأقفلت من ناحيتها القضية واكتفت الحكومة في المقابل بإصدار بيان هزيل ينفي صحة ما ورد ليس هذا الجزء من التقرير الإخباري نهاية قصة الوديعة السعودية الذي شبه ساخرون بالفوار ذابت وتبخرت وأقفلت جميع الأبواب المؤدية إليها دون ما حسيب أو رقيب بل ما يزال العبث الرقابي والإداري هو من يضاعف على اليمنيين من الشمال إلى الجنوب معيشتهم في ظل تضخم رؤوس أموال تجار الحروب وقرب وصول الدولار الواحد إلى حاجز ألف ريال يمني البنك المركزي يحاول إنقاذ العملة بتوجيه شركة الصرافة بعدم اكتناز العملات الأجنبية ونقابة البنك المركزي تكشف عن عبث إداري داخل البنك جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث وجه البنك المركزي كافة الشركات ومنشأة الصرافة العاملة في الجمهورية بعدم الاحتفاظ بمراكز عمرات أجنبية طويلة والقيامة ببيع فائض العملة الأجنبية لديها يوميا وبحد أقصى في صباح اليوم التالي لكل يوم عمل وحث البنك المركزي شركات الصرافة بتغذية احتياجات العملاء من العملات الأجنبية مقابل الطلب الحقيقي حسب المتوفر لها وعلى أن يتم اتخاذ الإجراءات الواجبة واستفاء البيانات والمعلومات والمرفقات المستندية اللازمة داعي شركات الصرافة إلى الالتزام بالسأر السائد في السوق وتجنب عمليات المضاربة في سأر الصرف وخلق طلب غير حقيقي من شأن الإضرار بحالة الاستقرار في سأر الصرف في السوق وأهب البنك بالجميع على الالتزام والعمل وفق قانون التعليمات النافذة مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص بحق المخالفين إزاء ذلك أكدت مصادر مصرفية أن ذلك التوجيه غير مثمر طالما والبنك عاجز عن ربط جميع الشركات المصرفية في السوق بالنظام واحد حيث معظم شركات الصرافة ما تزالوا تزاول عملية البيع والشير للعملات بعيدا عن أي نظام إلكتروني موحد وذلك بما يعرف بالسوق السوداء كشفت نقابة البنك المركزي في عدن عسل العبث الإداري في الوظيفة العامة داخل البنك وحدوث مخالفات قانونية تم كشفها سابقا ولم يتم حلها أو حتى عرضها على الجهة الرقابية لتفادي حدوثها في المستقبل أو حتى تقديم الحلول لجزء يسير منها وقال بيان صعد عن نقابة إن البنك يعاني من تعديل القوانين واللواح والعبث بالوظيفة العامة دون معتبار الكفاءة أو حتى التخصص ودون أي اعتبار لما كانت البنك المركزي وسمعة العريقة في اختيار الموظفين طبقا لشروط معينة ودع البيان الجميع لتحكيم صوت القانون باعتبارها ذات تنظيمية إيجابية لحفظ الكائن الإداري للدولة من أي عبث وصون المال العام من أي استغلال أقر البنك المركزي في عدن استيناف صرف مرتبات القضاء المدني في عدن عقبة أخير تجاوز الأسبوع إثر أزمة السيولة المالية وقال مصدر في البنك أن الرواتب تأخرت حتى مضع الأسبوع الجارية حيث بدأ صرف رواتب المدنيين وفق جدولة مزمنة تتوازى مع حجم الإيرادات الضعيفة الواصلة للبنك وأخيرا أعلن وزير خارجية الجزائرية أن بالأدو تعتزم وضع ترتيبات لوجستية والتقنية الأخيرة لفتح معبر الدبداب البري الحدودية بالتنسيق مع الجانب الليبي للإستغلالي في مجال نقل السلع والبضائع ودع وزير الاقتصاد والتجارة الليبية إلى إنشاء منطقة تجارية حرة بين الجزائر وليبيا وفتح المعبر الجمركية دبداب غدامس بهدف تكليف التبادلات التجارية بين البلدين التي بلغت 59 مليون دولار خلال العام 2020 تذكر بأبرز عنوين هذه النشرة اشتفاكات جديدة في خط زبيد والمشتركات تفشل جميع المحاولات الحوثية في تحقيق أي تقدم مصرع عدد من عناصر الميليشيات بنيران القوات الحكومية شرق الحزم وفي جبهة موراد اتصام في غزة لدعم قضية الأسرة الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى اللقاء اشتركوا في القناة